نبيل قلت لي ماذا لو ركزت المقاومة قصتها على مفاعل ديمونة هل ستكون ورقة ربحة يقضل حرب وشكر أحرحت بعيد للأخ نبيل هذه الحرب هذي شوفه كله هذه الحرب هذي ليس كما تبغي كما تتحلم ليس كما تتفكر أتبقى كما تتلحق الاسم لا تفكر هذا شوف كنت تكلمت في وقت سابق في هذا الموضوع كنت أجبت واحد من الإخوة لست أدري بالضبط شكون هو ولكن نشفع الكلام اللي قلته قلت له أنا تخيل انت لو كان رغم هذا الأسرة هذو رغم في يد ناس اللي هما يفكروا كما تفكر تعدعش والله خلي حتى من عامة الناس هذو اللي رغم عندهم شوما هذو زي ما نقوله مثلا فقه انت الحرب والله كذا ورغم عندهم هما الأسرة تخيل انت يجيبوك واحد انت من هذو الجنيرالات هذو اللي رغم حكمينه ولله يذبحوه قدام ربي وعباده ها وقال اللي يعطوه لهم مهلمة 24 ساعة اذا فعلتوا كذا ما فعلتوش يلا اذا بحوة تخيل وش رايح يكون رايحين هذو الناس اللي هما رايح مدركوا ما عندهم الدعاية بتاع رفتين مريكان ومن لفة وراءها اعلامهم في العالم كامل حركوا قال هاهم دعش انت الان بهذا السؤال نعم هو راه يخلد في مخيلة كثير من الناس وكان هما راه قال ذرك مثل انت يضربوا بدون شفقة وبدون رحمة من بعد انت وش راح تدير بهذا المنطق رايح تقول باللي هذو الناس راه مغام يمتلكونش السلاح النووي بمعنى هذك الوزير اللي ذاك النار هو راه وقال لهم باللي استخدموا السلاح النووي انت رايح تعطله الشرعية بالمنطق هذا رايح قال هاكم شفته يلا مدامرهم هما معاولين على الابادة انتعكم يلا حطوه فيهم انتم مليد اراك تشوف هذا مشكلة هذا هذا ما يتقلش في حرب كما هذي اوه الامور خطيرة جدا وش بيكتها ياه طرح انت تدخل انت في امر كما لك مثلا هذي انتع اسراء ضغط ويقدرهما من خلاله هو انه يصلوا النتائج يقدروا يوصلوا النتائج انه يطلقوا صراح انت الاسراء لست ادري قادر يكون ربما على دفعات وراح تكون فيه هدنة لانه انت الناس اودي كنت مكانهم كنت مكانهم متخيل انت ذوك مثلا فرضا فرضا لا قال انت عندك مثلا مئة الف اش حل راه كين في غزة كين سجملين ولا ثلاث ملين احنا نقول انت عندك مئة الف عندك مئة الف برك مئة الف من الناس اللي راه انظرك هما مؤمنين بالقضية انتع حماس ومؤمنين قلبا وقالبا بهذا الموضوع فكر برك فكر فكر معي خدم خشخاشتاك شوية خدم شوية عقلك عندك انت مئة الف فكر برك كيفاش يوكلوا كيفاش يشربوا كيفاش يقضيوا الحاجات انتاعهم في هذه المدة تاع راه طائرات الدرون من الفوق اقمار صناعية ترصد فيك طائرات تاع تجسس من كل جهة ناهيك عن العملاء اللي رهم موجودين على الارض ناهيك عن الاجهزة تاع التصند تاع الهاتف تاع الانترنت راه انظرك هما يتابعوا في ادق التفاصيل كيفاش راح انتا عند الميتين كيف راح توكلهم كيف راح تشربهم كيفاش راح انتا تنقلوا كيفاش كذا كذا وراي انتا تبقى انتا تدخل في حرب مفتوحة راه ماشي حاجة سهلة والايام راه اثبتت بعد العملية هذي اللي داروها في التعسات اكتوبر هذي هاي بانت باللي ماشي قاضية عفوية لانه لو كانت المسألة عفوية كون فيه خلال 24 ساعة وكان اقضوا عنهم وكان واحد ما خلوه فوقلات وكان جات امالية عفوية لكن العملية كان مخطط لها واستطاعوا الى حد الان ما زال مادة وحتى اسير فانتا لما انتا تدخل في هذه المسألة تشوف انتا قاضية انتا انه دخلوا لثاكانات عسكرية وشوف رد الفعل كيف شرعه اكثر من 12 الف شهيد اكثر من 12 الف شهيد شو كيف شرعهم يضربوا في المستشفيات كيف شرعهم يضربوا في المساجد كيف شرعهم يضربوا في الجامعات كيف شرعهم يضربوا في المؤسسات المختلفة لحقوا حتى العاجزة هذوك وضربوهم فما قالوك انتا تدخل انتا في تصعيد من هذا النوع اللي رك تحكيه تعلم لي باللي انتا الناس اللي هما ما عندوش هو هذي علم بهذا المسألة والله هذي تحكي له كلام هذا هي عصراء يقولك لي والله لو كان جيتنا في هذرا انتا عقهاوي هذرا تعشاره تعقصره في دار هذي قل بيناتنا قالوك والله لو كان جيتنا لكي انتدار حرب بهذا المستوى ليس شيء سهلا خمفهم ليه خمفهم ليه خمف تضربهم ثم يا قاسم بالله شوف ان يمسحوها غزة هذيك والله لقعد فيهم واحد بالنووي ضربوها صحيح وانت المريكان وهذه الدول هذي ورحبت ان يتفرجوا فيك والله بالتالي في المرحلة هما رحبت لها هي بشرة تحبس الحرب تكون كهانا ممكن تهدأ المرحلة وراحين هما يعودوا ويستعادوا قالوا ١٢٠٠٠٠ أسموحمد ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ما هو او ٢٠٠٠٠ để خلالها من ٢٠٠٠٠٠ قاتل شهيد ان شاء الله ربي يحسبهم من الشهده بيوت مضمرة طرق مكسرة الماء مكانش كهرباء مكانش هم نرجعوهم كاين اماكن نرجعوهم من العصر البداي باش انت تعاود ترجع غير ترجع الاسم وهذه الغزة كما كانت برد لازم لك سنوات سنوات من العمل سنوات بمعنى انو ورشة مفتوحة غزة ورشة مفتوحة باش تبني انت سكن الناس خلي من هذك الناس اللي رحت لهم تجارة باك ماتحكيش هي لهم منحكي وغير على السكن وعلى ذيك وعلى ذيك باش انت ترجع تبني انت بناءات ولازم لك انت الماء ولازم لك الكهرباء ولازم لك ذيك ولازم لك ذيك راح لازم لك سنوات سنوات من الخضبة وين انت تزيد طرح انت تدخل و بل تعطيلهم الذريعة قال هذا الناس شوفوا هنا رأيهم مصروا تحكي تشوفهم فالقاضية انتاع الاسمه هذه المستشفيات ليس انتاع سلاح النووي اللي بتحكيه لي انتاع مستشفيات يجي و هم يدخلوا لهم حتى انوا رأيهم يقولوا و هم يدخلوا و هم يدخلوا لانه لو كانوا يكونوا مواجهة ثم يدخلوا و هم يدخلوا و هم يعطيهم و ما يقولون يخي قلنا لكم بل رأيهم متواجدين في المستشفيات فهما يدخلوا فيهم في اماكن اخرى من جهة يبينوا فيهم باللي رأيهم ثعلا هم اللي رأيهم يضربوا في المستشفيات و باللي ما كانش هذه الجماعات المسلحة مثل ما رأيهم يقولوا في نفس الوقت يضربوا فيهم يستهدموا فيهم هما لا يستهدفوا هما في الاطفال في الشيوخ و في العجيز كما رأيهم يضربوا في المرضى واستهدفوا فيهم هما اللي رأيهم يهجموا فيهم في نقاط محددة بمعنى انه مقاتلة انت راجل ضد راجل فرق بين واحد رأيهم هو القاتل وبين واحد رأيهم هو جايبها نقلة وحصات فالمسألة هذه اللي تكلم عليها انت مسألة خطيرة خطيرة جدا فهمت لي انك لما تلحق لها فهمت لي انت كلام هكذا لكن في الواقع لما تلحق لها خطيرة خطيرة جدا شبيك هذا الناس رأيهم قادرين قادرين يمسحوا بلاد بلاد قادرين يمسحواها رأيهم غير ربي رأيهم حاميهم فهمت